اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين تحدث الآن خلافات حادة بين الكتل السياسية حول كيفية توزيع الهيئات المستقلة فيما ينشغل الرأي العام والسائل لألام بحرب تكريت وأحداث اليمن وبدأت منذ أسابيع حرب تسريبات بين الكتل بشأن حصولها على عدد من الهيئات المستقلة إذ يحصل التحالف الوطني على رئاسة عشر هيئات فيما يحصل اتحاد القوة على رئاسة ست ويحصل التحالف الكردستاني على رئاسة خمس هيئات هذا وهم عازمون على إضافة هيئات جديدة بهدف تقليل حدة الخلافات وأرضاء أكبر عدد من المكونات حتى داخل الكتلة الواحدة وهنا نتساءل إذا كان هذا التقسيم وهذه المحاصصة هو النهج الذي جبلت عليه السياسة العراقية فلماذا تسمى تلك الهيئات بالمستقلة؟ ما هو موقف القانون العراقي من تلك المحاصصة في الهيئات؟ هل الدافع وراء تقسيم تلك الهيئات أهوى التستر على الفساد؟ لماذا يعتبر السياسيون أن المناصب والمواقع هي مغانن؟ السعي وراء هذه الهيئات ألا يعني هو الاستحواذ على أموالها ومداخلها؟ ماذا يعني ترشيح أسماء مستقلة لهيئات خاضعة للمحاصصة؟ قبل الحديث عن هذا الموضوع دعونا نتابع هذه المنشتات الخاصة بحلقة اليوم المرجعية الدينية تطالب التحالف الوطني منح الهيئات المستقلة لشخصيات غير حزبية كتلة الأحرار تتهم دولة القانون بممارسة ضغوطات على رئيس الوزراء لتعطيل ملف الهيئات المستقلة قضية التوازن شكل آخر من أشكال المحاصصة التي كانت على أسس طائفية وستستمر على أسس طائفية عاليا صيف تطالب بعدم إعطاء نسبة للكرد من الدرجات الخاصة في الهيئات والمؤسسات نواب اتباع المحاصصة في توزيع الهيئات المستقلة خيانة للشعب العراقي ائتلاف الوطنية يدعو لإبعاد الهيئات المستقلة عن المحاصصة الحزبية والمكوناتية دولة القانون توزيع الهيئات المستقلة وفق المحاصصة إضعاف لهيبة الدولة ومؤسساتها رحبوا معي أعزائي المشاهدين بكل من ضيوفي النائب عن اتحاد القوى الأستاذ عبد الرحمن اللويزي والنائب عن التحالف الوطني السيدة عاليا صيف كما نرحب بالنائب السيدة شروق العبائتي عن التحالف المدني أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وأيضا أرحب بضيوفي بداية سؤالي سيد اللويزي ريب مفهوم لموضوع الهيئات المستقلة هذا اليوم نشوف الهيئات المستقلة هي محاصصة يعني ريب مفهوم الاستقلالية في هذه الهيئات الحقيقة الهيئات المستقلة هو قضية مستحدثة جاء بها دستور العراقي لإيجاد هيئات مستقلة يفترض أن تمارس دورها باستقلالية إما للرقابة على الحكومة مثل هيئة النزاهة ومفوضية حقوق الإنسان أو حتى تمارس بعض الأدوار التي يجب أن تكون فيها على مسافة واحدة مثل مفوضية الانتخابات وفي عام 2006 صدق قرار للمحكمة الاتحادية لما سألت لجنة النزاهة البرلمانية عن معنى الاستقلالية في موضوع استقلال الهيئات فقالت الاستقلال معناه استقلال هذه الهيئة واستقلال موظفيها استقلالا ماليا وإداريا يتيح لأفرادها ممارسة معامهم بكل استقلالية لكن مع الأسف الفلسفة التي توخاها المشرع من إيجاد هذه الهيئات الآن فقدت وأصبحت هذه الهيئات عبارة عن هيئات يوجد فيها ممثلين للأحزاب بحيث حتى عندما يشرع قانون هيئمة ابتداءا لما يشرع هذا القانون يحسب فيه حساب المكون الفلاني لكن الدستور ما يحمي استقلاليك هذه الهيئات هو يفترض الفلسفة إيجادها كانت تقطع بأن تكون مستقلة بأنه يأتي فيها أشخاص غير حزبيين أشخاص يتمتعون بالاستقلالية بالكفاءة هذه الفلسفة التي توخاها الدستور من خلال إنشاء هذه الهيئات لكن أصبحت عمليا هذه الهيئات الآن ليس الآن فقط من تاريخ إنشاءها ولذلك اليوم مثلا مفوضية الانتخابات تتلقين أنا أسمع بعض التقييمات يقولون أفضل مفوضية اللي أنشعها الأمريكاء ثم بدأ يدلنا دور هذه إلى حتى وصلنا ما عليه المفوضية الآن وهذا الكلام أيضا ينطبق على المفوضية لكن حتى المفوضية تقسمت بين المكونات خليني أنتقل إلى سيدة عاليا سيدة عاليا شنو التشريع القانوني لعمل الهيئات المستقلة هذا اليوم نشوف المحاصصة المقيتة داخل هذه الهيئات المستقلة اليوم نريد شخص كفوء نزي مستقل بعيدا عن هذه الأحزاب داخل هذه الهيئات المستقلة بشلو تتحدثي لي قانونيا حول تشريع القانون حول هذه الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وتحية لضيفك الكرام وتحية لمشاهدي قناة الرشيد حقيقة وبكل وضوح الكل يلعى المحاصصة وحينما يتم توزيع المناصب المتعلقة بالهيئات أو أي درجات أخرى يتهفتون على المناصب والمحاصصة اليوم لا تشمل مكونات الشعب العراقي بل دخلنا أكثر تفصيلا إلى المحاصصة الحزبية داخل الأحزاب ومع الأسف شملت الهيئات اليوم الدستور وضع فصل كامل للهيئات مما يقصد به المشرع باستقلالية هذه الهيئات من المادة 102 إلى المادة 108 ذكر هذه الهيئات وبين مدى استقلالية هذه الهيئات ولكن اليوم نلاحظ القوى السياسية تعلن عن رقم لكن من السن هذه السنة؟ دعونا نتحدثها بكل صراحة توزيع الهيئات المستقلة على الأحزاب من بدأ بيها؟ لا هي شوفي البداية أول مرة كانت من بداية مجلس الحكم عندما تم تقسيم الشعب العراقي على أساس مكونات ثم انتقلت هذه العدوى إلى الحكومة وآلية تقسيم مغانمها ثم انتقلت إحنا كنا نصور بس الوزراء باعتبار الوزير هو منصب سياسي ولكن اليوم هذه العدوى بتشريع قانون توازني أنت تشوفين ضمن الهيئات لكن أريد أسأل ستة عالية ليش نقول مستقلة؟ خلي نقول محاصصة ليش نقول هيئة مستقلة؟ وهي هنا وهو مو إحنا اللي فصلناها ورادة المشرأ ذهب إلى أن تبقى هذه الهيئات مستقلة ليش؟ لأن الجزء أكبر من هذه الهدوى الرقابة يعني التابع الوزارات يعني أنت بتجيين على ديوان الرقابة المالية اللي تابع دينار العراقي بكل الوزارات من جبين على هيئة النزاهة التابع الفساد في الوزارات ديوان المفاتشة فإذا كنت أبعا للحزب فإذا كنت أبعا للحزب نعم مو بس يشيل عملها يعني معناته أنت كل الفساد لهذا الحزب انضام وتبدي أيضا مرحلة ثانية مساوم بين هذا الحزب والأحزاب الأخرى على الفساد مثل محاصلة الآن نعم دعينا ننتقل إلى السيدة شروق العبارشي سيدة شروق ما هو دوركم؟ أنتم كنواب مستقلون من هذا التقسيم يعني نريد نتحدث بصراحة هذا اليوم الهيئات المستقلة تقسم محاصلة ألينا والله من المحاصلة هاي صارنا عشر سنين عايشين بالمحاصلة هذا اليوم هم نرجع نفس الطاسة ونفس الحمام أيضا رح ترجع هذه الهيئات المستقلة إلى المحاصلة نساء الله خير أولا نعم يعني احنا في التحالف المدني الديمقراطي وقبل الانتخابات رفعنا شعار البديل للمحاصلة يعني لا يمكن أن تستقيم أمور بناء الدولة العراقية ما لم نقضي على هذا المرض وهذه الآفة اللي هي شوهت كل القضايا اللي كان من المفترض أنه احنا نقطع بيها شروق في معالجة سلبيات الماضي في النهوض بالبلد اقتصاده حرية إنسانه إلى آخره المحاصلة الطائفية أتت على كل الأهداف النبيلة التي كنا نسعى إلى إرسائها بعد سقوط الطاغية يعني أريد أن أرسل شروق بكل صراحة شقد كان صوتكم مؤثر عزيزتي يعني أشقد عددكم أنتم المستقلين يعني هذا اليوم أصبح صوتكم يعني ما يأثر وضعيف جدا في التأثير على رأي العام أو تأثير على يعني نحكي بكل صراحة على الأحزاب الكبيرة يعني على أحزاب الكثير الكبيرة قد لا يكون هناك تأثير ولكن الرأي العام هو إلى جانبنا يعني الآن في أنت حتى لو تأملين استطلاع عشوائي في الشارع العراقي عبر وسائل الإعلام ومنها قناتكم تشوفين أنه جميع ينادي بمحاربة المحاصصة الطائفية محاربة الفساد يعني أعطاء الشخص المناسب وضعه في المكان المناسب أريد تطبيق على هذا الواقع هذا كرأي عام هو موجود وهذا هو الشيء المفروض أن يكون لأنه بالأساس هذه قضية دستورية عندما نتحدث عن هيئات مستقلة فهي موجودة بالدستور التجاوز على الدستور يأتي لما نحول الهدف من تشكيل هذه الهيئات المستقلة إلى وسيلة للمحاصصة وتوزيع المغانم وتقاسم النفوذ وليس فقط المغانم المادية وإنما أيضا الأخرى التي تأتي من الحصول على هذه المناصب والتمكن من مثلا هيئة دعاوة الملكية أو النزاهة وإخفاء ملفات أو رفع ملفات أو أي جهة أخرى أو المفاوضات الانتخابات هذه كلها أيضا لها تأثير على مستقبل البلد عندما نقول ديمقراطية ويتم التلاعب بأدوات ديمقراطية فأحنا تجاوزنا على الدستور وتجاوزنا على كل المبادئ الديمقراطية قبل ما أنتقل إلى السيدة نائبة لويزي دعونا نتحدث بكل صراحة يعني هذا اليوم نسمع هذه الشعارات الردنانا دائما ونسمع هذا الحديث الجميل لطمئن المواطن العراقي لكن من نجي على أرض الواقع هذا الكلام ما يتحقه يعني هناك محاصصة مقيتة هناك محاصصة من جميع نحن ما نتهم كتلة دون أخرى الكل مشترك في هذه المحاصصة مثل ما تحدثت السيدة النائب عاليا صيف يعني هناك تستر للفساد لياخذ هيئة معينة يستر على الحزب مالو إذا كان عنده فساد أو كان عنده أمور أخرى يعني رح نبقى بنفس الدوامة خليني أنتقل إلى سيد اللويزي سيد اللويزي أنتم أيضا اتحاد القوى أيضا الطالبون بهيئات مستقلة لاتحاد القوى وشنو موقفكم من التقسيم المحاصصة للهيئات المستقلة أولا علي أنا ألفت إلى قضياتين مهمتين اللي هم صلي بالحديث القضية الأولى أن المحاصصة لن تشمل الهيئات فقط اليوم المحاصصة يراد لها أن تشمل وكلاء الوزراء والمدراء العامين لكن هذه تسمى هيئات مستقلة سيد اللويزي هذه كارثة هذه هيئات مستقلة اليوم إذا اعتبرنا المحاصصة دا يدب فهذا الدأسة يتبع لكل مؤسسات الدولة هذه قضية مهمة يجب الاتفاق يعني الوزراء تقسمت طائفيا وأيضا محاصصة وانتهى الموضوع حزب الثانية المهمة أن موضوع اختراق الهيئات والطعم في استقلاليتها لم يكن فقط على صراع على من يكون فيها إنما كان هناك صراع بين السلطة التنفيذية والتشريعية عليها هذا الصراع بدأ لما صدر قرار المحكمة الاتحادية رحمة 88 بالألفين وعشرة اللي ربط به الهيئات المستقلة في مجلس الوزراء قال إن استقلال الهيئات المستقلة لا يمنع من ارتباطها في مجلس الوزراء فهذا أيضا هناك صراع آخر طبعا كان هناك ثلاث قرارات متناقضة لمحكمة الاتحادية فيما يخص موضوع استقلال الهيئات وبالتالي أصبحت هذه الهيئات تابعة لمجلس الوزراء واستطاع مجلس الوزراء أن نغير عدد من رؤساء تلك الهيئات ويجيب أشخاص بالوكالة وبالتالي الشخص الذي يتيب الوكالة لا يكون مستقلا مثل ما لو صوت عليه مجلس الوزراء لكن أريد موقفكم أنتو كاتحاد قوى بطيني موقفكم أنتو بصراح هذا اليوم يعني جاءت تفاوضون اليوم على حصاص لا أكو مفاوضات على هذه القضية لكن هذه المفاوضات تشبه المفاوضات على الحكومة يعني اليوم أكو ناس من تفعيل من هذه القضايا بيردون استغلال هذه وأكو أشخاص أفلسوا في فترة تشكيل الحكومة ما حصلوا على استحقاقهم للوزراء يعني من اتحاد القوى لو بكل الكتل لا هو إياه كل الكتل اليوم لحدي زايد على أحد الكل هو حريص على أنه يكون لنصيب من هذا المغنى ونصيب كبير جدا وحتى السيد العبادي نفسه وسيد رئيس الحكومة اليوم أكو مناصب أسندت بالوكالة يعني اللي هو مثلا أمين بغداد وأكو مناصب الآن يراد لها أن تسند بالوكالة مثل مفاوضية هيئة النزاهة وهيئة الحجوة العمرة أيضا يعني تتردد أنباء عن إرادة إسناده لأشخاصهم من كتلة سيد العبادي ومن حزبه ولذلك أيضا عدنا إلى البربع الأول المحاصصة حاضرة لحد يزايد على أحد لكل حريص على أنه يأتي بي أشخاص يتبعون ونحن متأكدين أن نفس المعيار الذي حصل عندما اختير الوزراء اليوم معيار القرب من رئيس الكتلة ليس معيار الكفاءة ولا معيار أنه تاريخ هذا الإنسان أو مؤهل العلمي بدليل اليوم وزراء يعني نبقى بهذه الدوامة يعني أفهم كلامك نبقى بهذه الدوامة ما كناك تقدم في اختيار التفور في المنصف المهمة المنصف الوزير أيضا هو كافة الهيئة المستقلة ومنصف كبير ليس لاختصاصاتهم والشهادات اللي يحملونها علاقة بالمكان اللي يشغلون نعم خلينا نتقلب نقطة مهمة جدا للسيدة عاليا سيدة عاليا أريد نعرف شنو هذا التقاتل على هيئة النزاهة شنو على رئاسة النزاهة شوفي مبسر هيئة النزاهة هيئة النزاهة لها خصوصية معينة لها علاقة برقة خصوصيتها بأنها يدها ممتدة على رقابة كل الوزارات بل حتى على الهيئات الأخرى قد تكون لها يعني هذا فلذلك تعتبروها من الهيئات السيادية اللي يعتبروها صنف أول يعني بالتوزيع الهيئات صنف أول صنف ثاني صنف ثالث هي صنف أول لقوة هذه الهيئة اللي يعتبرها مغنم نقول إحناسة ماكم استقلين كل أحزاب اللي يعتبرها مغنم اللي يعتبرها مغنم نعم اللي يعتبرها مغنم لأنهم سوف يدخل في مساومات مع كل القوى السياسية يعني يعتبرها مغنم أحتيها بصراحة هو شرك بالفساد أكيد بالتأكيد الجهة اللي حتست تأخذ هذا إذا ما كانت متمتعة بالمهنية والكفاءة فبالتأكيد سوف تكون مجال مساومة مع الكتل السياسية لأن لدينا كم هائل من الفساد يعني حتى لو ما نحسب الفساد للمرحلة القادمة للمرحلة السابقة ممكن أن يكون أقوى من قوة وزارة النفط أو أي وزارة سيادي أخرى بس أنا نقول تأشير إليش فاد موضوع معين أنت ليس تصورين هسا مشكلة الهيئات السابرزات أطيج مثلا مفوضية الانتخابات لش إحنا مقصف فتحنا قبول إلى 7000 واحد تقدمه ونكن ضمن هذه اللجنة بالنهاية كلهم دكتورة وبروف تقدم كلهم منعزلة وقال لهم يلا يا كتا شعيدكم مرشحين ورجعنا المصارحة وكذلك مفوضية حقوق الإنسان وكذلك المسائل والعدل الحد الآن مفوضية حقوق الإنسان والمسائل والمسائل أخذت رئيس لهم قرار محكمة مفوضية الانتخابات بعدهم على رئيسها منهم سيدة عالية أريد أتحدثيات والمواطني أريد يعرف بكل صراحة مثل معوتينا بصراحتك يعني شنه سبب استقالتك من لجنة النزاهة بالبرلمان عزيزتي أنا استقالتي في لجنة النزاهة أنا أصلا تصويت على اللجنة القانونية ولكن بطلب من رئيس اللجنة الحالي طلب أنا عاونة في قضية مواجهة الفساد وإعداد قوانين من ناحية ومواجهة الدور الرقابي لما ندخلت في هذه اللجنة ومسكت ملف العقارات صار تحايل على هذا اللجنة المفترض أنا أكون بها لأنني كنت ماسكة ملفات وأنا اللي قدمت طلب إلى رئيس مجلس النواب لتشكيل هذه اللجنة التحقيقية التف بها من أجل يعني حتى الآن أنا ما أقدر أتهم حتى تصير عملية ضغوطات سياسية ومساومة أخذ الأمور بحسن النية أقول بس حتى تكون في السبق لقناة الرشيد اليوم سيد رئيس المجلس النواب رفض تشكيلة هذه اللجنة وعاد تشكيلة اللجنة اليوم يعني هذا خبر الحمد لله خلني أنتقل إلى سيدة النائب شروق سيدة شروق أين دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المراقبة لتلك الهيئات إذا دائما نسمع أنكم تصوتون على إشراك العراق في الاتفاقيات العالمية يعني دور الأمم المتحدة كان في البداية عندما كنا في مرحلة بناء البدايات الأولى يعني كانت هناك الأمم المتحدة مشرفة على تشكيل مفوضية الانتخابات أو النزاهة أو غيرها ولكن هذا الأمر انتهى من زمان الآن أحنا يعني الأمم المتحدة هي من خلال الاتفاقيات التي صادق عليها العراق فهناك اتفاقيات عديدة متعلقة بمكافحة الفساد متعلقة بحقوق الإنسان متعلقة بقضايا هي التي تمس حياتنا اليومية المفروض احنا هذه الهيئات المستقلة تساعد البلد وتساعد الحكومة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية بطريقة سليمة بطريقة صحيحة لأنه ليس مجرد توقيع على اتفاقية وهكذا يعني أنه ينتهي الأمر وإنما لديها تبعات وآليات وأيضا مراقبة وتقييم في كل مرحلة لكيفية تنفيذ المبادئ التي تم المصادقة عليها ضمن هذه الاتفاقية الدولية سواء كانت متعلقة بحقوق الإنسان يعني هذه الأمور سيدة الشرق جاي تمشي بدون مراقبة دولية ولا أنتو تنبهون عليها لا عزيزتي شوفي المراقبة الدولية لها آليات يعني مثلا إذا أخذنا حقوق الإنسان هناك مقرر حقوق الإنسان في جينيف وهو كدائرة أو كجهة مختصة تتابع حقوق الإنسان في العراق ترفع تقارير إلى الحكومة العراقية تطالبها بتقديم تبريرات أو إجابة لكثير من التساؤلات أو القضايا التي تكون عليها إشكاليات معينة تتعلق بحقوق الإنسان فالقضية هي متبادلة هي ليست فقط من جانب الأمم المتحدة لا يوجد إلزام في هذا الجانب لكن يوجد الدولة التي تحترم توقيعها ومصادقتها على هذه الاتفاقيات تحترم أيضا تنفيذها وتتابع تنفيذها ولكن أحنا من جانبنا التقصير من جانبنا يعني أحنا لحد الآن حتى تقاريرنا الدورية التي من المفترض أن تقدم إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بكثير من الأمور قاصرة لكن سيد النائب هناك هيئات حساسة ومهمة يعني ما يمكن أن نخضحها للمحاصصة يعني مثل هيئة النزاهة شبكة الإعلام وأيضا مفوضية الانتخابات البنك المركزي إذا تقسمت هذه الهيئات بالمحاصصة من هو سيعترض؟ يعني المفروض الشعب العراقي يعترض المفروض إن قيم دعاوة الشعب العراقي لا حوله ولا قول لحظة اسمحيلي عزيزتي اسمحيلي لا ليش الشعب العراقي لديه قوة وأيضا لديه يعني شي سويت عن مظاهرات مطلع مظاهرات عزيزتي إحنا في الدستور نقول الشعب مصدر السلطات يعني هذا حقيقة دستورية أما تفعيلها أيضا إلى إجراءات أخرى ولكن هي ليست فقط أيضا إحنا ممكن أن نقيم دعاوة يعني ممكن جهات معينة تقيم دعاوة على الأحزاب السياسية اللي يتمارس المحاصصة باعتبار أنه إذا تتعدى وتتجاوز على الدستور يعني مجرد تشكيل لجنة التوازن إذا ما تمتدت إلى قضايا الهيئات المستقلة فهو تجاوز يعني هو خرق دستوري واضح لأن الهيئات المستقلة لها تعريفها لها آلياتها لها معاييرها التي يجب أن تحترم وإلا ماذا يعني أن تكون هيئات مستقلة حتى تكون رقيبة وضامنة لسير عمليات يعني مثل الانتخابات والنزاهة وحقوق الإنسان وهي أساسا مجيرة إلى نفس الأحزاب تقسيمات صحيحة سياسة النائب لكن لا أحد يطبقها يا عزيزتي ولهذا إحنا بحاجة إلى تفعيل أدوات الرقابة والمطالبة والمسائلة وهذا كله بحاجة إلى جهد جماعي يعني من يتحدث بمحاربة الفساد ومن يتحدث بمحاربة الطائفية يجب أن يقوم بخطوات تثبت هذا الكلام يعني إحنا إذا تتذكرين قبل يمكن أسبوعين أو أقل عندما كانت هناك مظاهرات في ساحة التحرير للحراك المدني ولا للنشطاء المجتمع المدني اللي وضحوا أو طالبوا في الحكومة والبرلمان بتنفيذ أدة مطالب لمحاربة الفساد وهددوا أنه في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب ستكون هناك مظاهرات شنو اللي تنفذ منها؟ عزيزتي المطالبات كانت أنه تكون هناك محاسبة للفاسدين كم فاسدة تحاسب بعد المظاهرات؟ طبعا هي مطالبة يجب أن تكون وياها قضايا إجرائية أخرى يعني إحنا نعرف أنه كثير من المنظبات مشكلتنا سيدنا أبو مشكلتنا المشكلة الأمور بيها حتى إذا تكون مطالبات كثيرة لمحاسبة المفسدين خلينا أحكيه بكل صراحة اللي سووا للمفسد فقط ينطو تقاعده ويقول له الله وياك رحيش بأي دولة بالخارج واخذ أولادك وتونس عيش حياتك بالتقاعد وتقاعده ما شاء الله 80% من الراتب يعني 12 مليون خليني أنتقل إلى سيد اللويزي سيد اللويزي شنو الضرر إذا ننقل هذه الهيئات المستقلة ونربطها بالبرلمان لأن البرلمان هو دور تشريعي وأيضا رقابي على هذه الهيئات يعني هذا اليوم بعض أو أغلب الهيئات هي تابعة لرئاسة الوزراء هذا موضوع طبعا مستقل وسأجيبك أنه عندي طلع لهذه القضية لكن أنا أريد أن أقول قضية نحن الآن لا نقرأ جرس الإنذار أن هذه الهيئات هي الآن مستقلة وبالمحاصصة لما يطبق التواصل ستتحول إلى الهيئات غير مستقلة الهيئات الموجودة الآن هي مقتسمة أساسا يعني اليوم مفوضية الانتخابات بها تسع أعضاء أنا أستطيع أن أذكر لك كل واحد يتبعي يا حزب وكذلك هذا الشأن وليش ما نجيب بهذه الهيئة المهمة التي تشرف على الانتخابات ناس ما داخل هذه الأحزاب كل الأحزاب ما داخل فيها ولهذا جاءت دعوة المرجعية هذه الدعوة الكريمة لأنه اليوم أكو فرصة ومناسب للاختيار أكو قضية ثانية أيضا مهمة اليوم من يشغل رؤساء هذه الهيئات كلهم بالوكالة أغلبهم بالوكالة وهذا الشخص الوكيل عادة يكون ضعيف لأنه لم يصوت عليه البرلمان ولا متبع الطرق القانوني في تعيينه اليوم إذا نريد نحول هؤلاء الأشخاص وأكو أيضا اتهامات يقولون 18 هيئة هي تابعة دولة القانوني 18 هيئة من هذه الهيئات المستقلة نعم أكيد طبعا هي كما قلت لك اليوم حتى مثلا سيد العباد اليوم يريد يجيب أشخاص مثلا الهيئة النزاهة كما نسمع تتردد نحن وكذلك هيئة الحجو العمرة هم تابعين الحزبة وتتردد أسماء هم هي تابعة لدولة القانون يعني هاي كل إنساني مارسة نظرنا المحاصصة يعني الوزراء اليوم الوزراء قالوا مدراء عامين وجابوا من أحزابهم يعني هاي القضية معروفة فيما يخص السؤال اللي سألتي حضرتك الدستور بعض الهيئات المستقلة ربطها بمجلس النواب يعني مثلا المفوضات يعني البنك المركزي مثلا عدنا الهيئة النزاهة مثلا أكو هيئات مستقلة ربطوها لكن خليني ربطت بمجلس الوزراء تحدثت لي بنقطة مهمة جدا لكن عندما تغير رئيس أو مسؤول البنك المركزي غير رئيس الوزراء ما غير البرلمان هو تابع للبرلمان هذا الكلام الآن أتحدثت عنها قبل ما تسأليني أنا قلت أنه لكن تقلت تابع المجلس النواب ومن جاء تغيير جاء تغيير من مجلس الوزراء أنا أتحدث عن الدستور الدستور حتى الهيئة المتابعة المجلس النواب مثل دواوين للأوقاف هي مربوطة بالدستور ربطها ومؤسسة الشهداء ربطها بمجلس الوزراء حتى هؤلاء المربوطون بمجلس الوزراء على مجلس الوزراء يعرض أسماهم لمجلس النواب حتى للتصويت اليوم من هو معين الآن لم تتبع السياقات القانونية في تعينه ولذلك يشعرون بالضعف اليوم نحن نريد هاي الفرصة اليوم لما يصوت على الهيئات في البرلمان بعد ما تجري هاي المحاصصة هذا الشخص راح يأتي قوي لكن السؤال اليوم يجب أنه يكون دور الإعلام المستقل من نظمات المجتمع المدني والمرجعية أيضا مارست دورها أنه تضغط على الأحزاب في أنه يأتون بأشخاص مستقلين وليسوا بحزبيين لكن هنا السؤال الكبير والتحدي هل سوف يقوم الأحزاب بالتزام بهذا القضية أم سترجع مثل الأول في موضوع الوزارات أنه الشخص القريب من رئيس الحزب حتى بغض النظر عن مؤهل العلمي حتى بغض النظر عن كفاءته نزهته سوف يسمد لهم مصير مهم هذا هو السؤال الكبير اللي علينا الإجابة علينا لا خلينا نتقل إلى سيدة سيدة عالية حدثت نقطة مهمة جدا يعني في المانشيطات اللي شاهدناها ببداية الحلقة وطالبتي بعدم إعطاء أي هيئة مستقلة للتحالف الكولستاني تحدثيلي على هذا الموضوع شوفي اليوم ومن هو اللي يقسم بالتحديد هذه الهيئات هل قرع 10 وغلق 5 وغلق 6 أنا طالبت رئيس مجلس الوزراء على اعتبار وإن كان هو مسؤول على الكابينة الوزارية ولكن أيضا مسؤول ضمن أن يحدد المعالم اللي تم بها توزيع الهيئات وسؤال موجه إلى كل القوى السياسية نعم اليوم نحن ليس لدينا أي تمثيل في الأقليم حتى فراش ما عندنا عربي في الأقليم هذه الهيئات ما لها أي دور رقابي على الأقليم يعني أنا أذكر من ردنا نشرع قانون هيئة النزاهة ردنا نفتح مجرد فرع لهيئة النزاهة في الأقليم في وقتها رفضت وصاروا مناقشات ومسعود موافق ومدرشين وممثلين رحون يتناقشون هل يفتح فرع لهيئة النزاهة أو قسم لهيئة النزاهة حتى تتراقب فإذا لا ديوان الرقابة المالية ولا مفتشين لدينا راقبون فما الداعي ما الداعي أن نعطي حصة إلى الكرد هذه أعتقد كلها يجب أن تكون إلى المكونات الموجودة وإن أنا أختلف عن كلمة المكونات ولكن يجب أن تأخذ توزيعها على أساس الاستقلالية والكفاءة لذات المكون لأن أغلبها أيضا حتى نطاق عملها حتى نطاق عملها حتى نطاق عملها الأمر الآخر لريد أشيرك إلى المحاصصة المقيتة تدرين أنت من صار توزيع الوزرات أو بعض الكتل السياسية انغبنت بالتمثيل الوزاري هستشيري دوني عوضوها من الهيئات يعني شوف العملية شون استمرارية في حين الدستور نتكلم عن التوازن فقط بالموادة التسعة قال التوازن في المؤسسة الأمنية لا يمتد بالتوازن لكن أريد أعرف كل صراحة سيدة عالية من اللي يقسم هذه الهيئات؟ شون تقسمت؟ تقعد لجنة من التحالف الوطني يعني لجنة يعني لجنة لجنة وفق معاي محددة لا 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 وفق آلية وفق لجنة فائلة معانية لا لا القرنة ما لا علاقة بالموضوع الكتل السياسية شكلت مثلا بالتحالف وطني لجنة ثمانية مثلا للأحزاب داخل التحالف وكذلك التحالف القوى أعتقد ستة ثمانية معرف يقعدون ببيناتهم خلوا الخارطة مع الهيئات والأدهى من ذلك يشكلوا هيئات جديدة سأحنا ترهول والميزانية فارغة ميزانية لقشفية ونقدر ندفع لواتي سوون بعض هيئات يعني فكروا وسكتون الكتل وما فكروا من الزرحين اللي قاعدين مشاردين هذا اليوم خليني أنتقل للسيدة شروق سيدة شروق هل صحيح الاتفاق اللي جرى ليعطاء رئاسات رئاسات تلك الهيئات على وزراء سابقين يعني هذا شون ينطينا انطباع يعني حتى نرضي الوزراء السابقين اللي طلعوا وماخذوا الوزارة ورجعوا الوزارات يعني هذا ينطينا انطباع أنه الأحزاب بدأت دوروا بحلقة مفرغة ومدد جدد أساليبها في معالجة الخلل بالأوضاع السائدة بشكل عام ويطينا أيضا يعني انطباع أو معيار أو مؤشر على أنه ماكو محاسبة لقصرة يعني احنا الوزراء السابقين ما الذي قدموه مثلا في أي مجال من المجالات بحيث يستحقون أن يكونون هما مسؤولين أو رؤساء لهيئات مستقلة بعدين قضية مهمة جدا هذه الهيئات المستقلة تمس قضايا حساسة جدا في البلد يعني وهي ليست وزارة الوزارة محصورة مجال عملها وفق قانون الوزارة في قضية محددة هذه الهيئات من يشرف عليها أو من يديرها أو من يتحكم بأداءها رح يمس قضايا البلد بشكل عام يعني مفوضية الانتخابات احنا شفنا أن مفوضية الانتخابات عندما تحولت إلى أدات سياسية كيف أثرت في نتائج الانتخابات وكيف صارت الخروقات يعني بشكل بحيث أصبح التزوير أمر يعني طبيعي لكن ايدعرف ايدعرف التحالف المدني عنده حصة بهذه المحاصصة يعني للهيئات المستقلة شوفي عزيزتي حتى عنده تشكيل الحكومة قلنا إذا كانت عملية تشكيل الحكومة وفق المحاصصة الطائفية متجاوزين بها معايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية فأحنا ما نشارك بها وفعلا ما شاركنا عندما كانت المعايير هي هكذا نفس الشيء ينطبق على الهيئات المستقلة إذا كانت نفس معايير المحاصصة الطائفية تنطبق على توزيع المناصب للهيئات المستقلة فبالتأكد أساسا سيشرق شو نتحدث يعني توجد هيئات خدمية يعني هي تمس حياة المواطن العراقي هذا اليوم إذا ننطيها محاصصة يعني مثل أمانة بغداد خلينا نتحدث بكل صراحة هم راح نرجع لنفس الدوامة ويعني يكون هذا الشخص يعني ياخذ أوامره ونحزبه بعيدا عن هذا المواطن المسكين اللي يحتاج الخدمات ويحتاج أنه تكون بغداد وتكون الهيئات الهيئات اللي يعمل بها للوطن والمواطن هذا اليوم نشوف بعض الجهات وبعض الأشخاص يتروح المشاريع إلى والحزبة والكتلتة يعني هي مو فقط نفس الدوامة وإنما نصير نحو الأسوأ يعني إحنا خلال 12 سنة الأخيرة ما تقدمنا وواجهنا كل هذه المشاكل بسبب عدم الكفاءة بسبب وجود ناس غير مؤهلين في مكانات أماكن حساسة بغداد مدينة مدينة تستحق أكثر مما يعني أنه يجيبوا لها ناس وفق المحاصصة برغبات لكن أيضا دخلت ضمن المحاصصة وهذه كارثة يعني إحنا رح نفقد بغداد حتى كمدينة إلها هوية عمرانية وتراثية دعنا نفقدها يوم بعد يوم إذا جبنا نفس نفس الأشخاص وفق نفس المعايا فرح نخسر بغداد كعاصمة يعني حتى العالم ما رح يعترف بيها بخيال العالمي يعني بغداد رح تتحول إلى مدينة مشوهة ليست ذات مو فقط المواطن البغدادي محروم من الخدمات ويمشي بشوارع مشوهة وقذرة ولا يستلم مياه نظيفة وغيرها وإنما هي المدينة نفسها هويتها هذه اللي صار لها مئات السنين معترف بها عالميا لأن هي تمتلك من هاي الخصاص يعني جيها دائما أمين حزبي إن شاء الله هذا اليوم نتخلص من الحزبي خللنا ننتقل إلى سيدة اللوازي أنتم أخذتم بالمحاصصة للهيئات المستقلة هيئة المسائلة والعدالة إيش من أفهم أنتم طلبتم بالاتفاقية السياسية أن تلغون هذه الفقرة اللي هي المسائلة والعدالة هذا اليوم أنتم في المحاصصة للهيئات المستقلة توافقون بهيئة المسائلة والعدالة لا أنا أعتقد أن موضوع الهيئات هو اللي تنتقسيمها يعني اللجنة اللي قاعدة تقسمت هي اللي أعطت ثم قانون مساعدة اليوم جان المجلس النواب لن تحل هذه الهيئة لأن المسودة الجديدة تقول تقول لمجلس النواب خلال سنة حلها لمجلس النواب يعني إذن القضية محسومة بأنها راح تحل وحتى قانون المسائلة والعدالة اليوم اللي قرئ في مجلس النواب وإن لم يقرأ أقصد أننا طلعنا عليه لأنه كان أكوشكال في قراءته لم يأتي ملبيا لورقة الاتفاق السياسي اليوم الأخوة القانون المليء بالعقوبات هو أشد وطأة وأنا يقول هذا الكلام عن اطلاع وقراءة هو أشد وطأة من قانون المسائلة والعدالة النافذ الآن فلذلك هيئة المسائلة سوف تبقى لن تحل يعني راح تأخذوها أنتو راح تأخذوها يعني راح تكون لاتحاد القوة أنا لست من الكادر القيادي يعني قيادات صفلو اللي قاعدة وقسموا هذا في تقسيم أنه هيئة المسائلة والعدالة بيت الحكمة صندوق عمار المناطق المتنازع عليها هذه هيئة جديدة أسندت الآن دكتور عبد الباصل تركي نعم هيئة العام والاتصالات هذه الهيئات سمعنا أنه وقعت في هذا طبعا نسمع أن يتردد في الكواليس نحن مو من الكادر الأول أو الخطة الأول من القيادين اللي هم عقدوا هذه الاتفاقية لذلك نسمع أن هذه الهيئات راح تكون من حصة اتحاد القوة الوطنية وراح تسند تحاول من الآن أكو صراع محموم على قضية الوقف السني وعلى قضية هيئة العام والاتصالات راح نرجع سيد لويزي بكل صراحة راح نرجع إلى الوكالات أيضا عنين كثير من الوكالات في أسابق هذا اليوم أيضا راح نرجع إلى الوكالات بسبب عدم أرضاء الكتل السياسية للمحاصصة على هذه الهيئات المستقلة لا لا سوف تسند بالعكس هي فرصة الآن لإشغال هذه المكانات بالأصالة وليس الوكالة لكن الأصالة لمن؟ لمن هو كفو؟ لمن هو مستقل؟ لمن هو ليس بحزبي؟ لمن هو؟ هذا السؤال الكبير اللي راح نعرف إجابته بعد ما تقسم هذه الوكالات وتمنح فرصة للكتل السياسية أن تأتي بأشخاص ورح نرى خيارات لكن أنا أعتقد بأن الأدرس متفائل خيارات الكتل السياسية كانت واضحة وبادية من اختيارها للوزراء اللي عدد كبير منهم ما اختصاصة ولا شهادة ولا مؤهل علمي إلها صلة وعلاقة بالمكان اللي شغلها سيدة عالية سيدة عالية عندما تشكلت حكومة الدكتور حيدة العبادي سمعنا أن هناك تقليص في الوزارات وأيضا بالنهاية خلينا وزارة إضافية حتى ننضي الكتل السياسي هذا اليوم أيضا في الهيئات المستقلة راح نخلي هيئتين ثلاثة زايدة وبيها تمويل وبيها مخصصات وحماية وأيضا حتى نرضي الكتل إيش هذا المواطن المسكين أربعين يوم ينطور راتبه وما رضه يجون هنا يحطوا لي هيئة مستقلة جديدة حتى يرضي لي فلان حزب وفلان كتلة يعني هو هذا السؤال الخطير أنا ما أعرف ليش هذا التمدد في الهيئات في ظل سحب الطعن بقانون مجالس الانتخابات اللي اليوم أكثر من ست سبع وزارات سوف ترحل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية وأكو تضارب بالقوانين ما بين الهيئات والوزارات فإذن شون حتكون العمل إحنا شونها التمدد بالهيئات وهي وزارات سوف ترحل إلى المجالس قوانينها متضاربة هنا العملية ما الهدف من هذا الترحل بالهيئات وما الهدف من أنت اليوم تقول نحن رحل وزارات للمجالس المحافظات لكن الكتل السياسية التي تضغط باتجاه أنه تريد لهيئات مستقلة جديدة حتى ترضي حزمها ودورة كتلها أحنا يمكن صار ست سنوات من رشعنا من شرعنا مجلس الخدمة الاتحادية هذا المجلس الذي يعتبر مثل المفوضية يبني أركان الدولة العراقية من ناحية الوظيفية لازم نتخلص من الحزبية والكتل حتى نبني دولة نبني تحتير الدولة العراقية هذا المجلس مشرع ورشحه فعلا صار ترشيح أنا حسما التقيت ببعض الدكاتر وبروفت في هذا المجلس لما جاءت تصويت عليه في المجلس رأساء كتل سياسية قالوا هذا مو إنا هذا مو راجع إنا هذا مو إحنا رشحنا وبقى المجلس نايم لحد الآن ومتقصدين حتى شنو حتى يشرع قانون التوازن هيئة التوازن حتى نرجع حتى الموظف حتى الموظف نعم مو بس للسرقة أنت اليوم البنية التحتية للدولة العراقية البشرية من هيئة إلى وكيل وزير فمادون هؤلاء يأخذون تدرج وظيفي ويوصلون يتعلمون وتقعد زينا أنت تشيل هذا المتعلم وتجيب واحد جديد بالمحاصص هذا الشعر في بني هذا شح يسوي إذن تهديم للدولة العراقية لمؤسسات الدولة العراقية لكن ما شوفكم تعترضون بالبرلمان خلينا نحكي بكل صرحة ما شوفناكم يعني صوتكم لو ما اعتراضاتنا وهذا صوتنا نعتر ما شان المرجعية لو على الكتل السياسية ناس الطمطم ناس بس احنا تكلمنا وبياننا بأن من هزة بدأت الرغبات الكتل السياسية هاي لديش الهيئات ولذلك المرجعية صححة المساعدة بس خلق أكلش ترى احنا شون المثال اللي يقول الشرق كبير والرقعة صغيرة احنا اللي يتكلمون بهذا الموضوع ذلة محاصرة أبد ما يقدرون يسوي شيء لأبياش لي قدام أبد اليوم هيمنت أحزاب كبيرة هي القرار بدي لكن البعض الكتل خلي أتحدث حتى من تحالف من تحالف الوطني جماعتكم يقولون في السابق في 18 إلى 20 هيئة مستقلة كانت لدولة القانون هاليوم خليين طونا هذه الهيئات ونحن نغير أيضا نغير نمط هذه الهيئات يعني بصورة اللي يشوفوها لبناء العراق وأيضا أصورة التنفيذية مو المسألة بالوكالة وغير وكان حتى أشكال على أستاذ عبد الرحمن من قال إحنا خلي صوت عليه في مجلس المرح حتى يكون قوي لشهو نفس الكتل اللي حاصصت وجابته نفس الكتل اللي تدمرت الثاني تجي تصوت وشيله إذا ملت بالها وذب خزينة الهيئة الاقتصادية أو اللجنة الاقتصادية مالتها أو طهفت مرابحة معينة وهذا إحنا عندنا دليل حساني عندي معلماتش كم وزير حين شاء الله ملتزم منها يزرع يعني خليها لما تجي حتى تكون لا ولا لا ما أقدر رجاء يعني حيشلوها لأن ما وفو فنفس الشي فإذا هذا ما محصن إذا صوت عليه مجلس النواب وما أدى الواجب عليه زيد الدخل هذا حيبقى ما يخلوه نعم مع الأسف يعني هذه أشياء تحزن القلب سيدة شروق أريد أعرف المحاصصة للهيئات المستقلة راح تمر بسهولة والله أحنا أعتقد راح نعمل كل جهدنا على أنه ما تمر بسهولة هي قضية إرادة سياسية يعني إرادة سياسية لكن إذا الكتل الكبيرة إذا الكتل الكبيرة تفقد بيناتها يعني أكيد راح تمر هي ممكن تمر ولكن إذا أحنا قدرنا نستخدم الأدوات الشرعية اللي بدينا يعني نقدر أنه أحنا نطعن في هذه القرارات لكن تحدثت سيدة عالية أنتوا عدتكم جدا قليل جدا قليل بس أحنا مستندين إلى شرعية دستورية إلى شرعية قانونية إلى شرعية وطنية يعني إحنا نريد فعلا أنه نعالج الخلل اللي أصاب بناء الدولة وهذا الأصرار على تهديم هذا البناء يعني ما ممكن أنه يفيد أحد هذا هذا شيء أصبح حتى غير وطني يعني من يصر على هذه الممارسات اللي دعنا نشوف نتائجها كلها أنه هي هددت البلد أمنيا هددت سلامة المواطنين هددت حيات المواطنين لكن سيدة شرعو أريد عرف ليش ما قسبتم نواب هذه المشاريع يعني يعني المستقلة داخل البرلمان أنا أعتقد أنه إحنا نقدر نسوي يعني نجمع تواقع أو نصيغ قرارات أو نسوي حركة داخل البرلمان لكن أكو تطبيق أكو تطبيق لو بس نقدر نوقف بها أزيسي لا أكو أكو إحنا لما ننصيغها وإستاذ عبد الرحمن يعرفون إحنا كثير من الأمور لما ننصيغها ونأخذ عليها يعني تواقع من نواب من مختلف الكتل فهذه تصبح قرارات ملزمة والمفروض قرارات مجلس النواب أن تنفذ أما من يستهين حتى بقرار مجلس النواب فهو مستهين بكل شيء معناها مستهين بالبلد مستهين بالمقدرات مستهين بالدستور هذا شيء لا يمكن السكوت عليه أكيد خلينا ننتقل لسيد الوزي سيد الوزي شنو اللي بقى بهذا البلد بدون محاصصة الله هي المحاصصة دبت كما قالت إشارة سيد عالي من ابتداء من مجلس الحكوم وحتى الآن هناك مواد بالدستور ظاهرها حسن اليوم مثلا المجلس النواب صوت على تعديل قانون المجلس الخدمة الاتحادي ونص فيه مثل هذا القانون هذا التعديل على أن يرعى طبعا أنه من تسع عضاء رح يتشكل على أن يرعى فيه مكونات الشعب العراقي طبعا هذا ظاهر شعار جميل وحسن لكنه باطن يستبطل موضوع المحاصصة وهذه مكونات الشعب العراقي اليوم أكو أولياء أمور نصبه ونفسهم أولياء أمور للطائفة هناك واحد أولياء أمر الطائفة الفلانية واحد أولياء أمر الطائفة الفلانية هذا طبعا يعني يعلى صوته ويصدع الناس بأننا حقوق مراحات ومن تجي هاي الحقوق يحطها في جيبة ويجيب الأشخاص القريبين مننا ولذلك اليوم عندنا عوائل إقطاعيات سياسية اليوم موجودة عوائل يعني إخوان اثنين ثلاثة كل واحد بمكان أو أبناء عمومة أو نتيجة هذه القضية اليوم دول الناس مهيمينين على المشهد اليوم هاي الوزارات ابتداءا أو مؤسسات الدولة كل مؤسسات الدولة تحولت إلى مصادر تمويل لهذه الأحزاب تجني منها هاي الأحزاب أموال طائلة تعيض ضخ هاي الأموال في الانتخابات وبالتالي تصبح العملية انتخابية تكرار نفس الوجوه هاي الوجوه يعني رح نبقى بنفسها الدوامة وهاي القضية يعني هاي مشكلة يعني مدام المحاصصة هي أصبحت قدر العراق والعراقيين رح نبقى هذه الدوامة اليوم التجار تحولوا من مجال الاستثمار في التجار الاستثمار في السياسة اليوم سولهم كتل سياسية وبدأت نفس العملية حتى هاي الكتل لأن هذا التاجر ما رح يضمن أن تجي هاي المشاريع إلا إلا كانت لدينا كتلة سياسية ولذلك اليوم بعض التجار اللي هم معروف أنه نشاطهم تجاري اليوم استثمروا بمجال السياسة وصاعدهم كتل سياسية نعم هذه نقطة مهمة يعني هلهم حتى التجار يعني شافوا يعني الشي اللي يربحون بأكثر شي هي السياسة يعني أصبحت عملية ربحية لهم وتحولوا من رجال تجار يقودون البلد إلى يعني اقتصاد جيد إلى رجال سياسة يعني يعني هاي مشكلة هذه تالت مدام اللي هو أحد أعمدة العملية السياسية اللي هي المفترض مفهوضية الانتخابات تبتعد عن المحاصصة وتكون مستقلة قانون الأحزاب اللي يمنع مثل هذه الحالات لم يشرع لحد الآن ولا توجد إرادة سياسية لأنه اليوم أنا أحد الأحزاب اليوم صلف لأحد المفتشين قال ما كافي يعني هتش هالبوك هذا من هاي الوزارة قال لي شو مشرح قانون الأحزاب قال لي لا أقل خلاص إذن إحنا عدنا عدنا شرعية بأن نسرق هذه الأموال حتى تهيئ نفسنا للانتخابات لكن هذا دوركم حتى شرعون قانون الأحزاب وأيضا قوانين مهمة حتى تخذ هذه الظاهرة يعني لمجيدة هذا الدور يتكامل مع الرأي العام العراقي ومع الأعلام اليوم الإعلام أنا أعتقد من 2003 إلى حد اليوم هو رقابة أولى على تقويم الكثير من الأمور في الدولة العراقية ولا نعاول على السياسين لأن السياسين لا يفكرون إلا بما تمتل أجيوبهم نعم أريدت أيضا أتحدث سيدة عالية هل أصبح قدر العراق هي المحاصصة أنا أعتقد نعم يعني اليوم الحد الآن النخب السياسية تلعن أنا ذكرت ليش في بداية كلامي تلعن المحاصصة سيمكن لو جمين حتى ليتعاصص وقاعدين قدام تشيلعن المحاصصة ولكن تحت الطاولة هو يريد مقاسب ويريد مغانم نعم سيدة شروق قبل ما أختم الحلقة يعني وصلنا إلى نهاياتها هذا اليوم أريد منك كلمة للسياسيين والكتل السياسية وأيضا للنواب المستقلين داخل البرلمان العراقي يعني أنا أعتقد بشكل واضح للجميع أن العراق يمر بمنعطف خطير يعني أما أن نخسر هذا البلد ويمكن الآخرين يربحون أرصد أو أموال ولكن هما يخسرون شيء هو هويتنا جميعا وإما أن تكون لنا بصمة حقيقية في أن ننقذ العراق من هذه الآفة ومن هذا الفساد ومن هذه التشتت والتشردم اللي أصابنا في كل مفاصل حياتنا وأنا أعتقد أصبحت الأمور واضحة يعني أصبح واضح من هو مسؤول عن الفساد من هو مسؤول عن الطائفية من هو مسؤول عن فقدان الأمان وفقدان حتى السيادة وما علينا إلا أن يكون هناك قرار واضح وقوي وأن يكون قدر المسؤولية في إنقاذ البلد وهي أنا أقسم العراق إلى معسكره معسكر من يهدم العراق ومعسكر من يبني العراق وعلينا أن نختار بين هاي المعسكرين ماكو منطقة وسطة بين هذول المعسكرين أو أيضا نحن نوجه رسالة ما دام أصبحت المحاصصة يعني المقيتة يعني هي قدر العراقيين نتمنى من الكتل السياسية أنه تختار الكفو الجيد لهذه الهيئات المستقلة نتمنى يعني هذه أمنيتنا حتى بتحديد أكو هيئات يعني كلش مهمة مثل الأمانة وأيضا هيئات التنفيذية خدمية للمواطن العراقي أستاذ اللويزي أنت ترفضون المحاصصة بالإعلام لكن كتلكم اتطبقها يعني خلف الكواليس مثل ما تحدثت السيدة عاليا لا أنا كشخص ربما لي منهجي والجمهور يعرفني بهذه القضية ونتمنى أنه يعني هاي القضية أنا كشخص ضد هاي المحاصصة أنا دكتور عبد الباص التركي لما أسند إلى منصب رئيس صندوق إعمار أنا فريحة لأنه هذا الرجل يعني إنسان مهني وكنت أتمنى لأي إنسان اليوم بصرف النظر عن طائفته إذا أسند إلى حتى إذا قضيت موضوع جمع تواقع أنا مستعد أمنح توقيعي كشخص كذات يعني لأي إنسان عراقي مهني كفو نزية فعي هذا يسند إلى أي منصب هذا بتعطيري هذا هو المكسب الحقيقي أما الكتلة السياسية فتنظر القضية من زاوية مصلحتها هي الخاصة بأنه يكون لها ممثل في مفوضية انتخابات أو مفوضة حقوق إنسان أو سائر المؤسسات الدولة الأخرى سيدة عالية أنتم في العلن وفي الإعلام تيفضون المحاصصة لكن كتلكم أتطبق المحاصصة بامتياز شوفي إحنا ابتلينا بالمحاصصة وصرت أمر واقع ولكن ليقدم بوفق نهج المحاصصة من هو كفو ونزية ومستقل إحنا ما مشكلة بس المهم من يده من بيده القرار والذي هو الدكتور العبادي اليوم تقع أليا مسؤولية أخلاقية وقانونية يريد أن نخل الكتن تقدم مرشحين ولكن لا يختار إلا النزية والكفو وبالتالي هو يخرج بالعراق من هذه الوحلة الذي وقناع فيها والمسمى بالمحاصصة نعم هذه دوامة مغاني بيط مع السنة سنطلع من هذه المحاصصة إرادة سياسية قوية وتطلق هذه الإرادة للعبادي في الاختيار يعني خلي مثل ما وأن الوزراء حسروا بوقت ضيق بيومين أن يقدم ثلاث ألا أربع مرشحين ويختار من هو كفو سيدة شروق راح تقومون بحملة قوية جدا من مظاهرات جمع تواقع حتى الناس يشوف أنه يوجد عدد من أعضاء البرلمان هم يرفضون هذه المحاصصة المقيتة اللي ابتل بها العراقية نعم التعويل الأول والأخير على الشعب العراقي وأنا أعتقد أن الشعب العراقي قادر على أن يعني يكون ذو موقف مؤثر على السياسيين العراقيين بحيث أما أن يستجيبوا لهذه المطالب الجماهيرية وأما أنه فعلا يتحاسبون وأنا عندي ثقة كاملة بأن الشعب العراقي لا يزال قوي لا يزال صاحي ولا يزال أريد حركة أريد حركة سريع داخل البرلمان تشروع أريد حركة داخل البرلمان داخل البرلمان تكون امتداد للحركة الجماهيرية نعم داخل البرلمان ممكن أن أن تستقطبين عداد ممكن فرث البرلمانيين تستقطبهم من عجل أهداف ضد المحاصصة ناس معولا على المستقلين داخل قبة البرلمان نعم هذا شيء يومي نعمل عليه ولكن يجب أن يكون أيضا هذا امتداد للصوت الجماهير للشعب الذي هو مصدر السلطات الناس تطالب بكثير من الأمور على السياسين لكن الشعب اختاروكم وانتوا داخل البرلمان تقدرون أن ترفعون أصوات هذا الشعب تحت قبة البرلمان العراقي أشكركم ضيوفي الأعزاء في المشهد الأخير وعندي كلمة عمر المحاصصة ما بنت بلد ولا نجحت أو نجحت مؤسسة ولا قدرة الكتل السياسية ترشح شخص كفوق أنطوني حزب رشح شخصية لهذه الهيئات ونجحت أو نجح بعمله خلونا نبعد الهيئات المستقلة عن المحاصصة جربوا أنطوها الناس مستقلين هاي إذا هم بعضكم بالفعل بناء البلد وإذا لا همكم تتعاركون على مؤسسات بها تخصيصات مالية عالية ومشاريع ما راح تحققون أي شيء وخطيت الناس والله برقبتكم تصبحون على وطن بلا محاصصة في أمان الله اشتركوا في القناة